بجهود ذاتية بسيطة تمكن عدد من الشباب الحاصلين على مختلف الشهادات الدراسية من تأسيس عدة مشاريع خاصة صغيرة من أجل كسب قوتهم اليومية كخطوة تحث الشباب العاطلين على تأسيس مشاريع عمل خاصة دون الاعتماد على فرص العمل الحكومية فقط نحن مجموعة من شباب تخرجين تخرجنا من جامعات العراقية بعد عدم استطاعتنا من الحصول على درجات وظيفية في مجال اختصاصاتنا ارتعينا أن نقوم بافتتاح مشروع خاص بنا لكسب الرزق كل شيء بعيدة أنه أتخرج وأشتغل بمطعم أو أشتغل بأي فتش يعني كنت أتوقع أنه راح أشتغل مثلا توظف ضمن قسمي ضمن كلية أنا كخريج كلية اتجهت للقطاع الخاص بسبب عدم حصولي على وظيفة لكن الحمد لله أشكر القطاع الخاص بي خير من الله وممكن أنه يسد رمق عايشي خبراء اقتصاديون اعتبروا سيطرة تنظيم داعش على صلاح الديني في منتصف عام 2014 كان لها نتائجا سلبية على الحركة الاقتصادية للأسواق حتى اليوم ما يجعل هذه الأعمال ذات جدوى اقتصادية منخفضة وغير مستقرة داعين الجهات الحكومية إلى تطوير مجال الاستثمار في المحافظة لإنعاش حركة السوق وتوفير فرص عمل للعاطليين نحن الآن خارجين من عنق زجاجة خرجنا متوى من مشكلة كبيرة جدا هي مشكلة تنظيم داعش الأرهابي أعمال اللي مارسوها الشباب يعني في العمل بالكوفي شوب بالمطاعم يعني بالأعمال بالمحلات هاي كل هالأعمال هي أعمال يومية فقط يعني هاي أعمال ليست دائمية على الهيئة الاستثمار في المحافظة جذبت الشركات الاستثمارية الكبيرة من دول يعني متعددة في سبيل وضمان عمل تلك الشركات في سبيل توفير فرصة للخريجين العاطلين عن العمل الاستفادة من التجارب الشبابية التي تحث على خلق فرص عمل للعاطلين هو الطريق الصحيح لاستغلال الشباب لطاقاتهم وتوظيفها في مجال عمل ملائم لهم من محافظة صلاح الدين سجاد حكمة الحراء